مجلس عمالة فاس تدارس وصدق خلال دورة استثنائية عقدها على العديد من المشاريع الرامية للنغوض بالبنيات التحتية الصحية والطرقية الاتفاقية الموقعة بين مجلس عمالة فاس والمديري الإقليمي لوزارة الصحة وجمعية دعم الصحة العامة تروم تمويل اقتناء أجهزة تبية لفائدة مستشفى ابن الخطيب بغلاف مالي قدره أربعمائة وثمانين ألف درهم كما صدق المجلس على ثلاث اتفاقيات لدعم المركز الاستشفاء الجامع الحسن الثاني بفاس من خلال جمعيات مهنية تمت الدورة الاستثنائية ديل مجلس عمالة فاس واللي تمت فيها الحسر ديل الفائد ديل السنة ديل الفين وثلاثة وعشرين اللي أعطى واحد المبلغة ديل تقريبا ديل 13 مليون ديل درهم واللي ان شاء الله برمجناها في عدة مشاريع صحية مهمة مشاريع ثقافية ومشاريع كذلك رياضية عبر اتفاقيات شراكة مع واحد العدد ديل اختصاصات طبية الدورة شكلت مناسبة للمجلس للانكباب على مشاريع للتأهيل الطرق والحضري وبالمناسبة صدق أعضاء المجلس على اتفاقيتين مع شركة العمران فاس مكناس تهم الأولى إنجاز الدراسات وتتبع أشغال مشروع تهيئة طريق صفرو وتهيئة مساحة خضراء على مستوى المدخل الذي يمر عبر المنتقى الطرق النخيلة أما الاتفاقية الثانية فتهم بناء الطريق الجانبية اليسر عبر الطريق الوطنية رقم ثمانية بجامعة وللطيب برمجنا واحد جوج مشاريع مهيكي لإن شاء الله في مدينة فاس تهيئة طريق صفرو من جهة الكرة الأرضية إلى جامعة عين بيضاء على الصعيد الرياضي تميزت أشغال الدورة الاستثنائية بالمصادقة على ثلاث اتفاقيات شراكة لتقديم دعم مادي لفائدة جمعية المغرب الرياضية الفاسي المتعددة الأنشطة والتي تهم دعم فرع كرة الصلة بمائتي ألف درهم والثانية تتعلق بتخصيص دعم قدره خمسين ألف لكل من فرع كرة اليد وفرع كرة الطائرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر